طريق التنمية يحتل الجانب الاكبر من نقاشات حكومتي بغداد وانقرة القيادة العراقية وصفت التفاعل التركي لاكمال المشروع بالجاد خلال لقائها مع وزير التجارة التركي عمر بولات الاسراع بتهيئة التمويل فضلا عن توحيد معايير الربط السككي تؤشر رغبة البلدين اتمام هذا الخط الحيوي تمهيدا لرفع التبادل التجاري لمستويات غير مسبوقة تحريات تربة لطول المسار من ميناء الفاو الى نقطة الربط في شخابور على الحدود العراقية التركية مرحلة التصاميم تسير بوتيرة حسب الجدول المرتب لهذا الموضوع في حال اقتمال اي تصميم تفصيلي لأي مقطع من مقاطع طريق التنمية سيحالل المناقصات الدولية وهذا طبعا لمتابع مباشرة من دولة رئيس الوزراء هو رئيس الهيئة العليا المشرفة على المشروع سياسة الفريق الحكومي لاعادة العراق نقطة للتواصل التجاري في المنطقة قائمة على تنمية الشراكات الاقتصادية مع جواره انفتاح العراق على الدول العربية وخاصة الدول المجاورة مهم جدا لاعتباط العراق بمساحة جغرافية واسعة مع هذه الدول كذلك ان مشروع طريق التنمية الدولي الذي اطلقته الحكومة العراقية لابد ان يكون هناك تنسيق مع دول العراق المجاورة كتركيا والاردن والسعودية مشاريع البنى التحتية ومن ضمنها طريق التنمية ادارة البلاد اتخذتها ستراتيجية لمسج خبرات الشركات المعتمدة دوليا بالقطاع الخاص الوطني في سعين منها لتحسين بيئة الاستثمار العراقية حزم الشرع العراقية الاخبارية بغداد